موسيقى موسيقى سنقوم بقاءة اليوم ونحدث عن أهدافه أهلا وسهلا بك بير دافيد شرفتنا بير دافيد اليوم بس نقول مارفريم نذهب على اللغة السريانية وإعلان المئوية يعني من 1920 نحن اليوم بال2020 يعني بلك في شيء منيح بها المئوية الأولى من الأشياء القليلة ما هيك؟ من الأشياء القليلة خبرنا شوي وليش عنوان المؤتمر جذور لتموت؟ يعني هل هي دعوة أنه نتمسك أكثر بجذورنا اليوم بظلها الظروف المأساوية اللي عم نعيشها؟ نعم أكيد الفكرة هي أنه بإعلان المئوية الأولى لإعلان البابا الـ 15 أعلن مارفريم ملفان الكنيسة الجامعة فهون نحنا قبل محضرين كثير اشياء بدنا نعملها كنا ريحين على روما وكان فيه نصب عم يتحضر بدو ينحط بمدخل جامعة اللاتيران حلق بسبب الظروف التي نحنا عشناها الظروف الصحية كل الظروف الصعبة لتغى كل شيء فأنا كان كثير بيجذبني هيدا القديس وكن دايما أقرأ وحس قداش فيه بحر بحر من العلم ومن المعارف كان روحيا لهوتيا موسيقيا يعني شخص عمل نهج وعمل تغيير إذا بدك كتير كبير وواقف بمطرح يعني عمل مثل هكي هضبة بعد ما اجه حدا طلع فوق يصلى فحبت أنه بهذه المناسبة نضوع شيء لانه صغير لانه لما نقول مارفرام يعني عم نقول فيه كاتب 3000 بيت الشهر كاتب ميامر كاتب انشيد عدد كتير كبير ملحن ألحان كتير يعني احنا اليوم بقصود ثلاثة سريان يعني انه السريان كاتوليك وسريان الموارنة وسريان الأورتوديكس نعم نحنا كلنا جزر واحد وهيدا يلي خلاني كان سمي جزور لا تموت نحنا بهالظروف الصعبة خصوصا انه نحنا جزرنا كله واحد قداش هايزم نحنا ننبوز هيدا التعصب او هيدا التائفية الموجودة بينتنا اكيد مع الكل وتحديدا بيننا نحنا نحنا السريان ومارفريم تحديدا شدد كتير دائما كيشدد عموضوع الكنيسة الواحدة دجاهو كان من من الاباء الكنيسة يلي اجو هو بالقرن الرابع يلي اجو قبل ما يصير الانشيطاق الاول بالكنيسة فبعده بعدها كانت الكنيسة يسوع اللي مجمعة على بعضها المنطلقة اللي عم تعاني الاضطهاق ومكتلة على بعضها قداش تشبه وضعنا اليوم نحنا بالشرق وقدياش لازم نحنا ناخد عبرة من الوسط والبيئة والمناخ اللي كنعيش فيه مارفريم حتى يكون درس لقلنا نحنا اليوم شو حلو ويريت من الطعز من مارفريم كيف كان جامع وما كان عم يقسم اليوم نحس كلنا عم ناخد شقفة وشقفة وشقفة وعم نقسم هالبلد عم نقسم البلد الدينة عم نقسم كله كله بدنا نقسمه عم نكون جزء كلي قدي في خطر اليوم بمجتمعنا ابونا قدي في مشكلة حقيقية انه نكون بعدنا عم نقسم بوقت المطلوب هو الاتحاد هو جزور ثابتة لا تموت نحنا يعني اذا بدك لحكي اول شي دائما منقول بالليهود انه نحنا اول شي بشر يعني اول شي نحنا بل بتكون فينا الانسانية بالاول بعدين بل تكون مسيحيين يعني ما فينا نفصل لانه ما في انا كم مسيحي اذا ما كنت انسان بالاول انسان وعيش انسانية يوم لما اجا يسوع المسيح ما اجا بشر الحجر اجا للبشر للبشر يعني انسان بالاخر يعني لحم دم يعني عقل يعني اكيد في مشاعر والانسان ايام بفوع والانسان ايام بغار عنده كتير يعني هيدا التفاول والصراع والاشياء اللي بيطاع فيها بطبيعته البشرية ولكن بالنهاية كمان العقل يعني ربنا يعطينا العقل تنكون عم نعمل كنترول على كل حياتنا فاليوم نحنا لما عم نجي نقصم او عم نخلق هيدا الحقد او هيدا الكراهية برأيي انه بالمبدأ الانساني اللي كتعب احكي عنه مش لازم انسان يكره انسان تاني للأسف نحنا وصلنا على مطرح عن جد شي بيزعل انه انه صار اذا يعني الواحد من اقرب قاله خيو 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 يعلي هو خيو اذا لقى اخد غير انتماء مستعد يقتله او هكا يشرب من دمه تحت هكا تحس صار فيه وحش من جوه بده بده ويبلع الاخر اذا ما كان يتفق معه نعم يا انا بدك تكون ولا مرة ولا مرة ان وجدت الدني تكونوا الناس كلهم فيها لون واحد ولا مرة ان وجدت الدني تكون كلنا وإلا ما كان في داعي تكون كل انسان مميز وهكا مختلف باختلافه مميز يعني عنده هيدا الـ ID مثل البصمة عنده هيدا الـ ID الخاص فيه ما فيه ولا بصمة تشبه التاني فكيف بدكم تحطونا نحنا بمطرح انه تكون كلنا لون واحد شكل واحد فكرة واحد مشتخيلة صحية تنرجع للمؤتمر خبرنا شوي شو حكيتوا بالمؤتمر وكيف كان تفاعل الحضور هلا ما كان فيه كتير حضور لانه ما بدعيت صراحة كتير يعني كان بس مقتصر على بعض الأباء الكهنة ووسائل الإعلام بسبب كورونا يعني عندنا ما قادرين كتير نوساء ولكن عملنا كل شيء يعني كل شيء بياخد مثل ما دائما يعني كانت نعمل المؤتمرات وهيك ومنقصنا شيء بلشنا أكيد كان بيوقفة عن أرواح الشهداء ومن نشيد اللبناني ورجعنا بعدين كفينا بمقدمة عن العمل كان فيه عرض للعمل كان فيه مدخلات من الصحفيين وأنا كمان أعطيت هيك رسالة اشرحت فيها كيف نشغل العمل وشو الهدف منه بيهلق هلق العمل نشغل وصار على ديفا دي إذا فينا نقول بالسوق فاليوم كيف بدنا نكفي ولوين بدنا نوصل نعم هايدي هيكي بحب ندوي شوية على أكتر العمل هو صدات 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 وصائقي وصائقي مصور عن مارفرين عن مارفرين يعني عن صيرة حياته وعن تراثيل أنا رتّلتهم وكان معي دايما جواني كارا من جلرة دحية أكيد وأنا جلرة دحية أكيد وكمان فيه أنشيد كمان أنا بصوتي القيتون وكان فيه ريبورتاجات عن محطات لمار أفرام يعني هنه ليهوت مار أفرام المريمي كان مع أبونا بير نجم رئيس جامعة الانديو أكيد كمان مشكور يلي قدام لنا هيك بمجانية هال حضور تبعه واللي أغنانا كتير وأبونا رجاء أخرس يلي هو كمان دعمنا وحكي عن محطوطات مار أفرام الموزعة وشو غاية منا وشو معقول نلاقي فيها وشو بعد فيه أسرار فيه أسرار كتير كمان مشكور أبونا رجاء والعمل كله كان بيدعم أكيد وببركة سيدنا البطرق مارغناطيوس يوسف يونان وبس لسيت أنه كان فيه شغلة كتير مهمة ما كتنسع بالمؤتمر كانت نادين نصيف كمان كانت عم ترتيل وفتتحت بصوتها الملائكة والأخذت مع العالم تاني بترتيلة وعنى جد صوت رائع صح لكن اليوم كل حدا عبالوا يعرف أكتر عن مار أفرام عبالوا يعرف أكتر عن اللغة السريانية ويعرف شو فيه أسرار حمصتهم للمشاهدين يعرفوا أكتر بلقوا هالديفيدي بأي مكتبات؟ بمكتب رعية مار برنان وصارى مكتبي أنا بالرعية وبستوديو ميزيك هاوس جوني كرام بجديدة الشارع اللي خلف ملعب الريبون ورح ينزل بالمكتبات المسيحية يعني مكتبة سيدة لبنان مور شاربيل كله رح يكون وبحب بس رجع ركز على هدف العمل هدف العمل هو أكيد رايعه كله خيري رح يكون جزء منه رح يروح لتعليم طلاب المدارس المحتاجين والجزء الآخر يلي هو الأصغر رح يعود أنه نرجع نعمل أعمال تانية لأنه أكيد هدفنا كمان نركز على الغدنة السريانية اللي هي الأصغر صح ويلي نطلق منه اسم الديفديا يلي هو أنحاطت بالعربي سرياني شرشة لوميوتة شرشة هي الجزور مثل ما نحنا نقول باللبناني الدارج المشرش يعني اللي فيت بالأرض المشرش يعني ما بقى أي هيداق ونحنا مشرشين هون ورح نظلنا هون بقوت ربنا ولو شو ما تعرضنا لو قدام على يمكن نسافري أنا مش عمقيم إنه هالإنسان حر ولكن نحنا رح نظلنا حصرهم بعين الكالب صامدين هون صامدين قد ما تقصل تجارب وقد ما تقصل أيام نحنا بقين في ناس صمدت بوضع النوبين بمغاور في ناس بقيت ونقتلت يمكن هي عم تحرس منطقتها في ناس ما هم أبدا لا وين واصلة ولا وين الأيام رح تخذنا بس هم أنه تبقى باللبنان تبقى متجزرة هالعد ونحنا مثل هالناس لو قد ما تعصف الريح رح نبقى سابتين هون بإرادة ربنا دخيل اسمه واتأكلنا عليه لأنه هو الوحده اللي ما بيتغير اليوم كتير مهم إنه نرجع للجزور وبتذكر نحنا وصغار كان عنا بارمشار روحانة بوجهل وتحية مدير مدرستنا الأنطونية كان مخصص لنا بالكاتشاس ساعة سريانة وفيه كم ترتيلة بعد حافظتهم أنا من وراء وكتير مهم إنه اليوم ترجع المناهج المدرسية تركز على هاللغة اللي هي أساس لغتنا أديها الشي مهم وكمانا ممكن إنه يتباحث مع مدراء المدارس برعياتك أنا أحس إنه وصلنا لمطرح هذا لنتيجة إهمالنا نحنا لا أضع اللوم بس على الشعب هو إذا أريد أن تضع اللوم علينا نحنا الكليروس نحنا اللي أحملنا لأننا نعرف نحنا إجمالا أكتر المدارس كلها مرجعيتها دينية طح يعني فنحنا اليوم لما شلنا شلنا إذا أريد أن نعلم كل شي فيه تاريخ نعلم كل شي فيه جغرافيا ولغات وكل شي بس مش عم نعلم تاريخنا مش عم نعلم لغتنا مش عم نعلم أساسنا من هون أنا بوجد كتير تحية للأرمن الأرتودوكس يلي بعضهم نحافظين مع أنا أنو الإنسان أكيد عايش بمجتمع بده يتفاعل مع كل ألوان المجتمع ومكوناته ولكن كمان بده يحافظ على حاله بالأول و بالآخر اليوم هيدا الزوابين يلي صار انو دبنا بكل شي و بأبسط الأشياء مستعدين نترك أجمل الأشياء يلي عنا ونتعلق بقشور ونتعلق بسطحيات اليوم أكيد دعوة وإن شاء الله نحن هذه الظروف الصعبة أول عا آخر ستقطع ما في شي بدوم فبس نقلرد ونرجع أكيد دعوة ورح نعلي الصوت أنو يكون عن جد كل المدارس يكون فيها ساعة سرياني لأنو بأهم جمعات بالعالم بالصوربون صارت عم تتعلم السرياني وعم ينعمل عليها ريسيركس وعم ينعمل ترسي الدكتوراه ومستير وهيدا عن السرياني ونحن للأسف بعدنا ونشعر فيه شو قيمة اللي نحن فيه صح إن شاء الله بالأيام اللي جاية عن جد يكون فيه إقبال كتير كبير على شراء هالديفيداتا من خلاله نقدر نساعد طلاب المدارس بلبنان وبررة لبنان لحتى يتعلموا خاصة الأكثر حاجة بها الظروف الصعبية اللي عم نعيشها هكونوا أكثر أني يكونوا عندكم هالديفيداتا أول شيء قبل حتى نرجع للأساس نرجع للجزور وللغتنا السريانية ونعرف أكثر عن مارفريم وكمانا نكون عم نشجع هالطلاب بناحية تانية قبل ما نختم بير دافيد قد تحس اليوم الناس متمسكة بالجزورة؟ ولا النسبة مش كثير كبيرة؟ مش كثيرة لا بس برجع وأقول لك مبلوم لأنه للأسف وصلنا لمطرح أنا رجل دين بالنهية مش كثير بحب خوض بتفاصيل السياسة بس للأسف عن جد وصلنا لمطرح يعني كرهوا العالم بالبلد مع أنه لبناني كثير حلو ولبنان لازم يضل دايما مثل ما كان القبلة اللي بتجذب العرب والأجانب بس عندنا رجع دايما ونحنا رجعنا دايما بالراضي أنه الجاية أكيد رح يكون أحضن الله إن شاء الله يا رب شكرا لك بير دافيد ملكي كان رعيت مربهنا موسارة الفنار أهلا وسهلا فيك مرسي لألكم شكرا لألكم شكرا لألكم هذه كانت حلقتنا اليوم مشاهدينا بكرة حلقة جديدة مرسي لمتابعتكم لألنا بدأي أشكر بإخيرها الحلقة يارا زكريا بيوتي سبيس ومحلة هارز بلو إلى اللي قام كنارة الروح القدس شمس السريان شماس الروحة وفرات الكنيسة الروحة مثل ما سمال قديس غريغوريو صنيسة أكيد عن نحكي عن مار أفرام السورياني أشراق النور على الأبرى والفرح على مستقيم القلوب ترجمة نانسي قنقر